ما اقولتلكم اكثر الحالات المشابهة بيتعاملوا مع اللي بيحاولوا انهم يتعالجوا من الادمان لانه اهم حاجة في العلاج من الادمان هو رغبة المريض نفسه في انه يتعالج معايا مادام رحاب زوجة واحد من التلاتة اللي تعرضوا للتعذيب مادام رحاب اهلا بيك اهلا بحضرتك كيفان وليلي ايه اللي حصل في المصحة اللي حصل حضرتك احنا اه اللي هما كانوا بالشابه بس كانوا بالشابه برة اه هما كانوا بالشابه برة فطبعا احنا هما جو من بيت فطبعا في واحد قلنا ان هو يودين المصحة وكده عشان يبقوا كويسين اه فروحنا اه رحنا مصر اه اه في الهرم اه ده طبعا دخلنا فيلا اوضة مظيفة وحاجة تانية خالص واسلوب حاجة تانية خالص واللي احنا توضح بعد كده غير كده خالص يعني احنا ودناهم يوم الجمعة اه هي 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 دي ايه مركز ولا مصحة ولا مرخصة ولا ايه هما علننا ان هي مركز وهي مرخصة ولا هي تلعت مرخصة ولا حاجة قال ده مركز تموم ومصحة للإدمان واللي موجود فيها اطباء ولا موجود فيها مين? اه فيها دكتور واحد واربع مش رفين. طيب قولي لي اه 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 ايه 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 باع اللي حصله هل تعزبوا جوه? اللي حصل له حضرتك ان هم بيدربوا احنا ودناهم يوم الجمعة اه وهو من يوم الجمعة اه كان طبعا من يهارين لان لقوا نفسهم محبوطين في قوضة. اه. وطبعا اه اطبعا اه احنا ودناهم الجمعة قعدوا السبت والحد سمعنا اللي هو مات. طيب اه اه العملتوا بلاغات? عملنا بلاغات واتصلنا وكده وفي الاخر رموه على طريقة كارت اه رموه عند السحر والجمال. ومشوا وجدنا وكيل نيابة التل. اه يعني رمو جثت اللي مات في اه في الطريق. اه ورمو واحد في المرج ورمو واحد في مصر الجديدة من الاتنين اللي كان معاهم ومكان الشرف دين يقابلونا. وانا روحت وبدلتك حال عليهم وجبت رئيس مباحث اسم الهرم. طب هم رموهم عشان ايه? يقولوا انهم ملناش علاقة بيهم. هما ما كانوش عندنا. عشان المصحة مش مترخصة. اه. وعلى ان احنا روحنا مجرد ما روحنا وجيبنا مباحث لان المصحة اللي كتب سراير وقوض لانها مقصولة مفيش حد فيها. للأسف الشديد يعني ده ما يعني اه وانتو عايزين انتم يعني عايزين منهم يتعالجوا يعني لكن بيقعوا في ايد اه يعني مراكز كده مش مرخصة بهذا الشكل. لتعالجوا وفنها يضعوا يعني. يعني واحد ضع واتنين طلعين انت عبانين نفسيا ومصدومين صدمة قلبيا. والده والثالث اللي ضاع اللي احنا قلبينا محروق عليه اللي هو شاب عند اربعة وعشرين سنة. وكله بيحبوها دي كله اتدمر هو. اتدمر حياته. حياتنا كلنا. وانت اه جوزي كمنا مرحب كم سنة? جوزي تمانية وعشرين سنة. والثالث اللي معاهم كم سنة? برضو تمانية وعشرين سنة كلهم شارع واحد وعمارة واحدة وصحاب مع بعض. اه يعني هما بيتعاطوا وفاجأة كده قالوا يلا نتعالج وعندهم استعداد يتعالجوا فرحوا المصحة. وبعدين ده هما بيتعاطوا ايه? ده هما بيتشابه خشيحني يعني مش بيتشابه اي حاجة تانية يعني ولا جدرة ولا الحاجات دي خالص. يعني كان كان علاجهم ممكن يتم بسهولة وبسرعة يعني. ده هو لو قعد وهم لو عندهم كود رادة قالوا احنا رمضان هيجي مشان نشاب حاجة. بس احنا اللي احنا اللي بحكنا عليه ومحنا اللي مرجناش نعرفهم حاجة. طيب المهم انتو عملتوا بلاغات والنيابة بتحقق الان اه. طبعا ان ده النيابة شغالة وكلنا اه ان شاء الله مش هنصف تغلى ما يجي حقه ونقول حزو الله نعمل وكيل في اللي كان السبب ويصبر قلبه امه على اللي هي فيه. بشكرك يا مده مرحب الف شك. طبعا يا جماعة مهزلة اللي بيحصل في فيه مراكز لعلاج الادمان اه لا هي وقدة اه اه تصريح ولا رخصة ولا فيها اطباء يعني. اه وبيتعاملوا كده بالا يعني بيزنس الناس بتكسب فلوس اه مع ان التعامل مع المدمن ده يعني اه قضية في غاية الخطورة ما ينفعش اسيبها لاي حد ما ينفعش اسيبها لدكاكين ما هيش سلعة اه ما هيش اه 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 مكسب فقط يعني. وايلا بيحصل فيها النمازج اللي انتشوفتو يعني شوفو اه تلات شباب وعندهم الرغبة الشديدة انهم يتعالجوا اه اتنين اه اه نجوا بمعجزة وحالتهم صعبة واحد مات يعني. اه استاذة سعاد حسين اخت اه فاروق اللي ومات في هذه الواقع يا استاذة سعاد اه ربنا يصبرك والبقية في حياتك. حياتك البقية انا سعاد يشين. اه اهلا بيك. وليل اه اخوك توفي ازاي داخل المصحة دي? والله انا وديته عشان خاطر يتعالج. اه. اه هم اه انا وديته يوم الجمعة. اه بعتلي صورة يوم السبت. تاني اه يوم الحد دي لقيته وبيتصلوا بياس بها تسعى الصبح بيقولوا لي ان هو اتوفى. طبعا انا جات لي صدمة فسألته هو اتوفى ازاي? ام. لقيته بيقول لي ان هو افضل لراسة عدم اغفى الحيط لغاية لما هو اعوى مات وده طبعا كله كده لان مش هو ده اللي حصل اصلا خاضر. ام. طيب شفتوا شفتوا حالته يعني هم عرفتوا ازاي ان هم رمو بعد كده في الشارع في الطريق. هم اتصلوا بنا لأساس ان احنا نقبلهم عند الكارتة عشان ناخد ايه الجوزة بتاعته. اه. انا فضلت اه متابعهم بالتليفون اه وجوزي وروحنا عشان ناخده. اه طبعا انا سألتوا سألتوا يعني انتوا ازاي تجيبوه ومش المفروض يعني ما تعدوا مستشفى او او قالوا لنا لا عشان خطر لو ودينا المستشفى هيتحجز هناك هيتعملو اه هيتقصة بتشرح يعني. فاحنا قلنا نسلمهولكو وانتوا ايه براحكو انتوا عملو اللي انتوا عايزينه. فجوزي والحابو راح كان خطر يجبوه راح هم را انو رمو على الطريق. رمو على طريق الكارتة اه. ها رو بي.